اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميتين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسكو تتهم واشنطن بتقويض ثقة العالمية بالدولار وتستنكر الضغوط الامريكية على برلين في مشروع السيل الشمالي اثنين اكثر من سبعة الاف مشارك من نحو مئة دولة في افتتاح منتدى يلطا والقرم تريد تصدير القمح والمنتجات النفطية الى سوريا موسكو غلاء الاسعار ينهك التونسيين والحكومة تضع خطة استباقية لضبط الاسواق في شهر رمضان موسكو اهلا بكم اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان واشنطن تتدخل بنحو سافر في العمليات المتعلقة بمشروع السيل الشمالي اثنين لنقل الغاز الروسي الى اوروبا من خلال الضغط على المانيا لتغيير موقفها من جهة اخرى قال لافروف اثناء لقائه اعضاء المجلس الدولي للتعاون والاستثمار ان واشنطن تستغل مكانة الدولار في التسويات العالمية ورأى ان ذلك يؤثر سلبا على الثقة بالدولار ولسيما بعدما غير الموقف الامريكي من الوضع القائم في الاسواق فرضت موسكو قيودا على صادرات النفط ومنتجاته الى كييف واوقفت استيراد منتجات المعادن والصناعات الخفيفة وذلك ردا على فرض اوكرانيا عقوبات ضد روسيا الاسبوع الماضي رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفديف قال ان الخطوة تهدف الى الدفاع عن مصالح روسيا كاشفا ان قيمة الوردات التي حضرتها موسكو تقدر بمائتين وخمسين مليون دولار اكثر من سبعة الاف مشارك من نحو مئة دولة شاركوا في فتاح منتدى يالطا بيوبيله الخامس حيث يبحث في مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية تقرير مفدنا الى يالطا عبدالله ظاهر تميز اليوم الاول لمنتدى يالطا الاقتصادي بيوبيله الخامس في شيفي جزيرة القرم الروسية بورش عمل متعددة في السياسة والاقتصاد والاجتماع نحو سبعة الاف مشارك يمثلون مئة دولة بحثوا مستقبل الاعلام في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة تحول الاعلام الى مصادر اخبار مختلقة اهمية هذا المنتدى تكمن في سعيه الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى شبه جزيرة القرم والاهتمام به يزداد عاما بعد عام بفعل المشاركة الدولية الكبيرة التي تشهد ازديادا سنويا وحظي بطغطية اعلامية واسعة ملف اعادة اعمار سوريا يحضر بقوة على جدول اعمال المنتدى حيث ستنعقد يوم السبت المقبل جلسة مشتركة للجنة التعاون بين سوريا والقرم كون شبه الجزيرة تمثل المنطقة الروسية الاقربة عبر البحر الى سوريا القرم جدا منطقة مهمة الى سوريا بوقوع على البحر الاسود هذه نقطة اتصال جدا هامة نحن كرجال اعمال لذلك نحن كتير مهتمين بالاستثمار في القرم وبنفس الوقت لجزب الاستثمار الى القرم والى سوريا المنتدى حظي هذا العام بمشاركة اعلامية دولية لافتة وكانت الميادين راعيا اعلاميا دوليا بارزا الى جانب مؤسسات اعلامية اخرى طبعا الميادين للعام الثاني على التوالي ترعى منتدى يلطى الاقتصادي الدولي واصبح هذا تقليدا متبعا لذلك نحن في هذا العام ايضا هنا متواجدون بعاز مباشر من السيد غسام الجند ورئيس مجلس ادارة القناة نظرا لاهمية هذا المنتدى ليس كفعالية اقتصادية وانما ايضا كفعالية سياسية خاصة في ظل مشاركة دول عدة ومنها دول عربية وفي مقدمها طبعا سوريا منذ اربع سنوات بات منتدى يلطى يشكل اكبر فعالية اقتصادية لجنوب روسيا بالتعاون مع عدة دول عربية واجنبية لتذيل العقبات في مجال الشحن البحري والنقل والمواصلات ركزت ورش عمل منتدى يلطى على كيفية تعزيز الاستثمار في شب جزيرة القرم وكيفية تنكين الشركات الاجنبية من التغلب والالتفاف على العقوبات الغربية هذا عدا عن القضايا التي بحثت في جلسات منفصلة عبدالله ظهر من مدينة يلطى الميادين ويبقى معنا من يلطى مفد الميادين عبدالله ظاهر اذا عبدالله ماذا تضمن اليوم الثاني من اعمال منتدى يلطى الاقتصادي ما ابرز العنوين وهل من مقررات حتى الساعة نعم اليسار اليوم كان اليوم الثاني من فعاليات منتدى يلطى الاقتصادي لعام 2019 شهد هذا اليوم الثاني عدة ورش عمل وندوات في الثقافة في الاجتماع في الاقتصاد في السياسة وفي الجيوسياسي تميز اليوم الثاني بورش عمل كثيرة ابرزها ورشة عمل شارك فيها نائب رئيس الحكومة السورية ورئيس جمهورية القرم وكانت تحت عنوان الواقع الاقتصادي العالمي الجديد وهو ما ينسجم تماما مع العنوان الكبير لهذا المنتدى تحت عنوان روسيا القرم العالم واقع جديد ايضا شهد هذا المنتدى في يومه الثاني جلسة عمل حول تعدد الاقطاب في العالم والدول النامية والمنظمات كالاتحاد الوراسي ومنظمة البريكس ومنظمة شانجهاي وكل هذه المنظمات التي تقف بوجه احادية القطب الواحد انصح التعبير وايضا اضاءة جلسات العمل على مخاطر الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة في عدة جهات وايضا شارك المجتمعون او ناقش المجتمعون في احدى جلسات العمل حول مخاطر الحرب الاقتصادية التي تخاض ضد روسيا او ضد دول ما سمي بالممانعة بايران فينزويلا وايضا الحرب التجارية التي تخاض ضد الصين ومخاطر ذلك واود الاشارة ايضا اليسار ان هذا اليوم هو اليوم الثاني من فعاليات المنتدى ولكنه اليوم الاخير في هذا المجمع نحن يوم غد سوف نكون في مكان اخر في اليوم الختامي لهذا المنتدى بعيدا من هنا حيث سيكون هناك يوم مخصص لسوريا تحت عنوان روسيا وسوريا وجمهورية القرم وسوف تجتمع هناك اللجنة الحكومية للتعاون بين روسيا وسوريا وذلك لمراجعة ما انجز في المنتدى في نسخته العام الماضي وايضا تطوير الفعاليات او البحث عن فرص جديدة للاعمال ما بين البلدين اود الاشارة اليسار وكما علمتم وذكرتم في عنوانكم لهذه النشرة عمليا بدأت التبادل التجاري منذ فترة بين القرم وسوريا عبر الخط البحري وايضا تم الحديث وذلك ما ذكره رئيس جمهورية القرم ان هناك بوادر او بداية مفاوضات لتشغيل خط جوي ما بين القرم وسوريا وذلك لزيادة التبادل التجاري بين القرم وسوريا واود الاشارة ان ما ذكره لنا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي ان هناك بداية لتعامل التجاري حيث تم تصدير الفوسفات والمشتقات النفطية وشحنات قمح الى سوريا وايضا تم استراد حمضيات وفاكهة ومواد استهلاكية من سوريا تماما اذا التعاون قائم ويوم غد سيكون يوم سوريا بامتياز في منتدى يلطا شكرا جزيلا لك الزميل عبدالله ظاهر موفد الميادين الى منتدى يلطا كنت معنا من هناك اذا كشف رئيس الجمهورية القرم سرغي اكسينوف ان شبه الجزيرة تنوي تصدير القمح والمنتجات النفطية الى سوريا وفي حديث نوكالة سبوتنيك قال ان هناك خططا لتوريد القمح والمنتجات البترولية وادوات الطاقة ومنتجات مصنع كيرتش لبناء خطوط السكك الحديدية اما عن امكانية فتح خط طيران مباشر بين البلدين فقال ان الامكانات التقنية غير متاحة حتى الان يذكر ان اكسينوف كان قد اعلن انشاء شركة شحن مشتركة مع سوريا للنقل البحري دعا وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون النشيط من اجل اعادة اعمار بلاده وقال ان وزارته تضع قائمة بالاماكن الاثرية للتعاون مع المنظمات الدولية وان ممثل منظمة اليونسكو موجودون في سوريا وتحديدا في حلب ودعا مارتيني كل الراغبين بالمشاركة في ترميم الاماكن السياحية الى العمل في اطار منظمة اليونسكو يذكر ان قطاع السياحة في سوريا فقد نحو خمسين مليار دولار بسبب الحرب وتوقف عمل نحو الف وخمسمائة موقع سياحي تشهد تونس زيادات متكررة في اسعار السلع الاساسية زيادات انهكت التونسيين وزادت غضبهم ما قد يؤدي الى ازمة اجتماعية تهدد الديمقراطية الناشئة في البلاد بعد الثورة وتسعى الحكومة الى ضبط الاسواق وتزويدها بالمواد الاساسية ومنع الاحتكار استباقا لشهر رمضان مؤشرات الغلاء ومستويات التضخم في تونس تتصاعد بشكل متسارع الامر الذي زاد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين انعجسات هذه المؤشرات ستمص بحسب متابعين كل الطبقات الاجتماعية وقد تهدد بانفشار اجتماعي صراحة اسوام اصبحت يسر غالية يسر غالية ما عاش من نجم المواطن البسيط ما عاش نجم يوصل هو الموظف ما عاش من نجم انا موظف ما عاش نجم نوصل المواطن فعلا معناها اصبح تمس في قوته اليومي معناها في مصروفه في ميزانيته اليومية المواطن تمس وحتى المواطن اللي من الطبق الوسطى الطبق العليا وامام هذه الموجة من الغلاء في الاسعار اتجهت الحكومة الى اتباع خطة قالت انها قد تخفز التهاب الاسعار تحديدا في شهر رمضان من خلال العمل على تزويد الاسواق بالمنتجات الاساسية وضرب الاحتكار هناك منحة تصاعد واقعي لبعض المنتجات في الفترة الاخيرة اللي ناتج عن اختلال السوق ولما نحكي عن اختلال السوق نحكي لممارسات على مستوى المضاربة والاحتكار فخطة الحكومة كانت واضحة وهي الضرب بقوة ومقتدى القانون وقوة قانون على ايدي كل العابثين في مسائل التوزيع خاصة المضاربين احنا على مستوى التزويد نحب نقول اللي ان شاء الله بشهر رمضان الكل المنتجات تكون متوفرة للتونسي نزيف الزيادات المتواصل الذي طال المحروقات والمواد الاساسية الضرورية والخدمات الصحية ارهق مقدرة التونسية الشرائية وتسبب في تدهور الاوضاع المالي للفئات الضعيفة والمتوسطة ما دفع اصوات كثيرة الى الدعوة للتدهور في الشارع احتجاجا على ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية في تونس الثورة ارتفاع الاسعار الهباجي بالمواطن التونسي الذي لم يعد قادرا حتى على مجابهة المتطلبات اليومية ما ينظر بأزمة اجتماعية رغم سعي الحكومة الى تزويد الاسواق بالمواد الاساسية وضرب الاحتكار سميحة البغانمي تونس الميادين بهذا نختم النشرة للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نات باللغتين العربية والاسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة